هذا ودعت كندا وأستراليا ونيوزيلندا الخميس إلى وقف فوري لإطلاق نار لأسباب إنسانية في غزة وفقا لبيان مشترك صادر ردا على تقارير حول العملية العسكرية الصهيونية المحتملة في رفح الدول ثلاث في بيان أصدره رؤساء وزرائها أعربت عن قلقها البالغ إزاء المؤشرات على أن الاحتلال الإسرائيلي يخطط لهجوم بري على رفح محذرة من أن أي عملية عسكرية فيها ستكون نتائجها كارثية كما دعت الدول ثلاث لاحتلال إلى عدم شن الهجوم مؤكدة أن الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية مؤخرا في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا يلزمه بحماية المدنيين وتقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية الملحة